سلام عليكم عليكم خلامة اه ام سمح معنا تفضلي معك هو انا حركة شفت منام فضلي معنا وانا شفت منامتي اللي انا رأت بقطر وفي ناس كتير وبعدين فيه زي وقت غيره كده في القطر فببط فيها لقيت فيه عناب فبقول فيه واحدة كده وقفة صرحت جاية عنقود عناب وبتجي ونرحت انا مجدت ايدي خدت العنقود بيفرع عنقود كتير 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 بدأت اوزع العنق ده على كل اللي في القطر على المجموعة اللي كانت معي ونسكت كله بيتقديله عنق ودقت واحدة كانت عمها حلوة اوي اه فيه عاجة تاني في حلم ده ده الحلم نسمع تفسير ولا فيه حلم تاني سيد نسمع ده اه نسمع التفسير اولا القطار يرمز عنه بسنوات العمر وموضي العمر واحداث العمر القطار بيرمز به بموضي سنوات العمر وموضي مراحل العمر الاخت مسمعها كتيرك بالقطار يعني معناها الانسان بيمر بالاحداث ويمر بالعمر طب بيمر بايه يا ترى لقدر الله شر او باذن الله خير لا هنا خير خير ليه لان هنا عنقود العنب بكل حباته يدل على خير والخير ده متتابع لان الحبات كلها يتلو بعضها فالخير متتابع يعني الخير ممكن يأتي على مراحل طب ايه قصت المرأة او ست ادت لها العنقود يعني الست ادت لهم مسامحها العنقود المرأة التي لا تعرف المنام تؤول بالدنيا المرأة التي لا تعرف المنام من هي يعني مش محددة من هي دي الدنيا ومعناها ان دنيتها تهديها الخير ليه ادتها العنب ديتها عنقود العنب اخذت منها هنخود العنب فدنيتها بتديها الخير طب ايه رد فعلها خدت من العنب ووزعت على في القطار يعني هي داخلها الخير يعني بإذن الله نييتها الطيبة ان الخير لما يجيها من دنيتها ومن احداث تحصل في الدنيا بتاعتها هتوزع من هذا الخير على غيرها لان برضو هي وزعت على ركاب القطار وما تعرفهمش ما فيش علاقة فاذا هي نييتها الطيبة انها تاخد اي خير يجيها الى الناس الموجودين معها حتى لو ما تعرفهمش هيرد لها تاني ليه؟ في الاخر اخذت حبة عنب واكلتها يعني موضوع طيب ما هونا وحنا خير متتابع كل حبة موضوع وهي موضوعات متتابعة لان العنبود فيه كذا حبة فخذت حبة في الاخر معناها بداية الخير لها بداية الخير لها كما تتمنى الخير لغيرها وكما تساعد غيرها وربما ما تعرفوش دنياها لهالمرأة تعطيها خير يبدأ بإذن الله ببشر هذا الحلم